السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محمد وآل محمد قصتنا اليوم تتكلم عن عائلة عراقية هذه مكونة من الأم والأب وعدهم بنات اثنين وأولاد اثنين الأب هذا كان معاق جسديا عنده بتر في الساق من أيام الحرب العراقية الإيرانية وبقى هذا أحيانا يركب رجل قدم اصطناعية وممكن يتحرك بيها وأحيانا التعبة هذه يوضعوا له كرسي في باب البيت ويبقى جالس بباب بيتهم ولكن هذه الوضعية لأنه بيستمراره فترة طويلة تمضي عليه أكيد تأثر على نفسيته وتنعكس هذه التأثيرات أيضا على عائلته أولاده وبناته ويشوف نفسه هو إنسان ما يتمكن من العمل ابنه الكبير اسمه قهطان والأصغر من عنده عدنان قهطان من هو يعني صغير بالسن عمره تقريبا 14-15 سنة بدت العائلة تتكي العليب بده قهطان يعمل في البناء مع عمال البناء وتدريجيا صار يعني أصبح أسطه بالعمل صار بنه البنه ولباخ وبياض وهذه أمور البناء وكان اتكالهم بالمعيشة على الله وعلى ابنهم هذا قهطان قهطان بسبب العمل ترك الدراسة كان فيه الابتدائية أو المتوسطة أو ترك الدراسة وظل يعمل أما أخوه عدنان كان يصرف عليه صرف مو طبيعي بس حتى يخليه يكمل دراسة وياخذ شهادة عليا وفعلا عدنان كان شاطر بدراسته وأهله كانوا مسرورين بي وينجح من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يوصل إلى الجامعة دخل كلية الصيدلة وكلية الصيدلة فالكلية مرموقة أخو قهطان كان فرحان بي لكن بهذه الفترة الأخيرة أبوهم بدأ يسلك في السلوك سيء مع قهطان ابن الكبير كان دائما يسمع كلام أنه أنت مو رفعت راسي أنت مو مثل أخوك عدنان شوف عدنان بعد كم يوم ياخذ شهادة الصيدلة ويصير صيدلي وهذا أنا أتباه به ومن هالكلام هذا ومن يجي من الشغل يجي العصر يسمع كلام سيء مو أنت اللي جايني وهي ملابسك كلها وصاخة وقذارة وملابسك كلها مال عمالة شمنت وبياضة ومدري منها الكلام هذا قحطان كان هذا الكلام مثل الرصاص يوقع بصدر بقلب يأذي حي يأذي لكن يقولون الصبر إلى حدود هذا قحطان اللي كان يصرف دم قلب على أخوه عدنان حتى يوصل بالدراسة كان يوفر لكل شي والدراسة خاصة كلية الصيدلة أو الطبيات يعني تريد مصرف قوي كان ما يتردد يشتري للصداري طبعا هم من سكنة بغداد يشتري للصداري بيش ما كانت من نوعية الفاخرة نوعية جيدة يأخذ لكتب مهما غلى ثمنها يأخذ للكراسات اللي يريدها كل شي يوفر اللابتوب يوفر حتى يتواصل مع العالم الخارجي من خلال الانترنت وهالأمور هذه لكن سبحان الله أحيانا الضغط على الإنسان يولد عنده فتحالة سلبية قحطان بدأ يكره أخوه عدنان من يشوف يعني يأخذ نتيجة حلوة نتيجة يعني جيدة تقدير جيد ينقهر يضوج بسبب الكره اللي صار عنده إلى أخوه عدنان عدنان وصل للمرحلة الأخيرة راح يتخرج صيد لكن نفسيت تدمرت إلى أن يوم من الأيام عدنان بالكلية ووضع الصح يتخرب أخوه يعرفون ماذا أصدقاء الطلاب أخذوه بسيارة وجابوه البيت أهله أهله يريدون يعرفون ماذا هو لم يشك من أي شي لكن الولد هذا بدأ أي أكل يأكل حتى المي إذا يشرب أجل لكم الله يتقي نفسه تتعبان أكل مياكل خمول جدا قوي عنده بدأ أهله هنا يأخذون إلى الأطباء ومن طبيب الطبيب وفحوصات وتحاليل مللتهم دمرتهم لكن ما وصلوا إلى نتيجة ولا أكو طبيب يعني قدر يشخص شنو حالته بدأت حالته تسوء حتى بالكلية و يأخذ درجات جدا دنيا هافطة درجات قلولها أنت رح تفقد السنة هذه رح ترسب لكن هو ما بدأ شي آخر شي أم تسأل قلب أم تسأل منا ومنا قالوا لها أنت أخذوه سيد روحاني ربما أخاف عاملي لعمل سحر مثلا أو فت شي من هالأمور هذي قالت لهم والله أنا ما أعرف ولا رايح قبل عليه شي ناس قالت له أكو واحد هذا يعني فت صيط عالي وناس تعرف هذا في مدينة الناصرية انطتها اسمه وعنوانه قالت له ما يخالف أروح له وفعلا أجروا سيارة وأخذتهم إلى الناصرية وعلى العنوان هذا وصلوا إلى هذا الإنسان الروحاني أو السيد طبعا دولهم كلهم يعملون بالسحر وبالدجل وهذه الأمور يعني ولكن أكو عندنا مثل بالعراقي يقول الغرقان يتشلم بقشاية بس يريد ينفذ من الغرق بس يريدون يخلصون ابنهم بأي وسيلة بأي طريقة هذا الروحاني بدأ يقرع علي وبدأ يشرب وفد مي ويقرع المي ومن هالأمور هذي قال لهم أنطو هذه العلاجات العشبية لمدة عشرين يوم وشوفوا التحسن مالي وارجعوا لمرة أخرى بهذه العشرين يوم فعلا عدنان بدأ تتحسن تقريبا حالته ما بدأ يتقي يعني باستمرار بين يوم ويوم كذا يعني أفضل كان من السابق وراء عشرين يوم بعد عشرين يوم رجعوا رجعوا إلى هذا الرجل الروحاني قالوا له أفضل من السابق هس أحسن لكن بعد لا يزال هو الخمول عنده أمه إلى وهس يعني بالقراية وبالدراسة ومتكاسل نحن نريد نعرف شنو اللي صاير به قالهم هذا ابنكم مشربين سحر طبعا السحر أكو أنواع أكو يسمونه الهوائي وأكو يسمونه المأكول والمشروب وهذا أنا اللي أسمع به فقال لهم هذا مشربين يسمونه مطعوم هذا مشربين سحر وهذا اللي مأثر عليك قالوا لم يعدنا أحد من يسوي لي سحر قال لهم اللي منطيه سحر منكم وبيكم من بيتكم من داخل بيتكم قالوا من يعني من بيتنا قال ما يعرف هو طبعا يعرف بس مريد يقول من المهم منطاهم علاجات أخرى رجعوا لبيتهم قالهم أيضا بعد فترة وشوفوا تحسن ماله وتعالوا لي بهذه الفترة ما رجعوا طبعا اللي رحوا أمه وأبو وخواته اثنين ويا عدنان بس قحطان ما رحوا يهم لين قحطان بعمله بدأوا يدارسون بياناتهم أو تفاهم بياناتهم من اللي منطيه سحر هذا يقول مؤاني هذا يقول مؤاني منه خواته العدنان بدون ما أحد يعرف بالنهار وكان قحطان رايح العمل دخلوا إلى غرفة قحطان وبدأوا يفتشون بالغرفة تفتيش جدا دقيق بحجة نظفوها للغرفة آخر شي عثروا على ورقة مطوية هذه الورقة محتفظ بيها أسفل الفراش مال جابوا الورقة هذه إلى أمهم وأبوهم قالهم لقينا هذه الورقة هذه الورقة مكتوب بيها بعض الرموز والمثلثات وأسمع بحروف مفصلة وأكوب داخل الورقة هي مطوية فالطوز أبيض شنو هذا الطوز الأبيض ما يعرفونه أم قالت ناخذ هذه الورقة وهذا الطوز ناخذه وباشر الروح إلى هذا السيد فعلا أجروا نفس السيارة وأخذتهم لكن بدون ما يقولون القحطان أخذتهم السيارة وودتهم إلى هذا الروحاني الروحاني من شاف قالهم هو هذا السحر اللي منطه وهذا ابنكم هو اللي مسوي له السحر عامل للسحر انطى بعض الخلطات اللي عدنا شرب وها بحيث بدأ يتقي ويذب كل ما يفرغ كل ما بمعته وذب شغلات مقرفة شغلات ذات ريحة كريهة المهم خلص من عندها هذا الروحاني قالهم هسا بعد انتوا بس تنطون شغلات منشطة شغلات مقويات الجسم وان شاء الله هذا السحر خلص من عندها رح رجعوا الى بيتهم طبعا عرفه هو من اللي مسوي لها اخو قحطان بس شلون معقول اخي سحر اخو وهذا اللي يحب ويصرف عليه اجي قحطان اول ما اجي للبيت ابو استلم وبدأ يتكلم علي كلام سيء وبدأ يرزل يعني كلام جدا شديد انهار قحطان قال ايه نعم انا انطيت هذا السحر لانه كان افضل من عندي وانت بديت تعيرني وتتكلم علي كلام سيء ولا كانما انا من عمري 15 سنة تركت الدراسة حتى اصرف عليكم واني تركت الدراسة بهاي الفترة كلها واني اللي اصرف علي اخوي عدنان واني وصلت لهاي المراحل واني اش قد انت تكلمت علي يا ابوي العزيز لكن اني ما حشيت بس انت بسبب كلامك هذا زرعت الكره بياناتنا عمري ما كرهت اخوي انا لكن بسبب كلامك السيء هذا خليتني اكره حتى نفسي واكره اخوي وبدأ انهار بالبكاء هنا ازروا ام القحطان وخواته قالوا الابوهم قالوا يا ابوني انت صحيح يعني انت ضغطت علي اكثر من اللازم بالكلام وانت تتكلم علي كلام سيء ومن اللي وصل عدنان لهذه المرحلة بالدراسة غير اخونا قحطان هنا ابوهم اطرق براسه ونزل الدموع وصح على ابن قحطان وقبل وقال لاني اعتذر من عندك اتقبل اعتذاري فعلا انا كنت شديد عليك بكلامي وكلامي كان يعني يأذيك وكلام سيء ونعم انت ما قصرت وانت ترك دراستك في سبيل اائلتك وفي سبيل البيت ارجو المعدرة من عندك كلهم اجي طبعا عدنان وكلهم الصالحة وواحد قبل اللاخ ورجع سبحان الله عدنان مثل السابق واحسن في دراسته وقدر يعوض ما فاته من الدراسة سبحان الله يعني هذا اخر ما واحد يفكر به احيانا يصبح الاخ عدو اخو اخو وهذا بسبب سوء التعامل وصيتي لكل الابا لا تفرق بين ابنائك لا تفرق بين بناتك ولا تشعر واحد من عندهم افضل من الله كلهم سواسية في حبهم في المصرف اللي لهم لا تشعر اي واحد منهم بانه هو افضل من اخو او اخو افضل منه كلهم انطيهم بمستوى واحد وزع حبك عليهم بالتساوي حتى ليصير بياناتهم ضغينة وليصير بياناتهم عداء هاي نهاية القصة واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته